اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في البداية نرحب كل من زوهر جلول مساء الخير مساء الخير فيصل مساء الخير جمهورينا رياضي الكريم نعم يحضر معي كذلك أصح في المحلل حليم جندر مساء الخير فيصل مساء الخير بجمهوري الكريم نعم سعد كذلك باستضافة في هذا البلاطو السيد خير الدين زدشي رئيس نادي بارادو مساء الخير مساء الخير أخ فيصل ونشكرك على الاستضافة مبروك عليكم مرتين مرة مع سعودكم معنا دي بارادو للقسم الثاني موبيليس شكرا وكذلك كأس الجزائر بالنسبة لل أقل من 15 سنة أقل من 15 سنة شكرا نعم جمهورينا رياضي كما تبعتم في المواضيع الموضوع الأول هو نخصوه للبطولة الوطنية موبيليس الأولى اخترنا المباراة الأولى بين اتحاد الحراس ومولدية الجزائر ونحشد هذا التقرير ثم نعود مع امتزجها زيج عشاق العميد بنظرتها الخاصة بضيوف ملعب عمر حمدي ببلغينة اتحاد الحراشة كان لابد أن يعيش الغائب والحاضر مع متعة كبيرة ابتدأت من المدرجات واستمرت على أرضية الميدان في كلاسيكو كان ولازال محط الإعجاب لا لشيء سوى لأن الطرفية المنافسة هما مولدية الجزائر واتحاد الحراشة هذا الذي جاء ليفرض منطقه من خلال استغلاله الوضعية الصعبة لعناصر العميد استغلال انعكس على أداء الصفر بعد حملة من الهجمات مع تحكم واحتفاظ أحسن للكرى نسبيا مقارنة بصاحب الأرض قبل أن يستقر اللعب في وسط الميدان مع سلبية في التجسيد سيناريو انتهى على وقعه الشوط الأول وإن كان لهذا الأخير عنوان فإنه شوط بعيد عن التوقعات أما في الشوط الثاني فقد تغيرت الأمور والأداء والأرقام ولكن الكفة هذه المرأة مالت لصالح أشبال أرتور جورجا الذين فرضوا ضغطا رهيبا عن طريق جورمي وجالطة وحتى زغدان الذي كان قريبا من فتح مجال التهديفة هذا الأخير تأخر إلى غاية الدقيقة الثامنة والخمسينة عندما استغل عواج فرصة بعد عمل فردية أعطى به السبق لأصحاب الضارة ومع مرور الوقت عادت تشكيلة الحراشية لصنع الفرصة وهو ما أطفأ شعلة الفرحة لدى أنصار العميدة بعد أن جاء موعد التعديل عقبة تزديدات من خارج المنطقة بأقدم بومشرة وسط فرحة حراشية امتزجت بذهور وسخط للمنودية بعدها كان من المنطقية أن يخلق لفق برشيش الضغط الذي لم يجدي نفعا أمام عزيمة أشبال بوعلام شارفة مقتنسين بذلك نقطة ثمينة فيما لا تزال المعاناة متواصلة داخل بيت العميدة الحمد لله يا ربي عدنا من نقطة تعادل يتفتحنا الأبواب ما زال كلش إن شاء الله مقابل صعبة الدربية هذا هو لعطيهم قاساحة اليوم قال لي جواقا لي داروا اليوم ما زال بقي ترون ما شدلوا العليل إن شاء الله الحمد لله ونا فيا نقرون مات وصافي بلزير ركتشوف مالغري في الدبيوت ماتش كي جينا شوي أسرى ومشاكل من الحمد لله ركتشوف صافي بلزير سيتم ماتشي كي طاب والحمد لله وما ربي هنيه ونحن إن شاء الله نستطيع لعبوا إن شاء الله على الحضوى الأولى إن شاء الله دي عنا فورس كثيرة تحكمنا بمجرية الليقاء الأبناء كي ما يقول لك طبقنا تعليمات على المدرب سجلوا علينا هدف ما تقلقناش رجعوا علينا في سكور دقعة الأخيرة الأبناء فلعنا الهاجمات المعاكسة ونقدروا نزيد ونضيفوا الهدف تاني نظن أن اليوم الغالب الكبير هي الروح الرياضية بين الأنصار واللعابين في قردية الميدا نحن كنا دارين بالنقاتلات تتواجد عنا هما كي مركونا لبيت شغل الحبس ناقام باسكو ونحن كنا بزيف دارين على المدرب ولهذا غالب هدف هدف شامبيونتان كعارف خوها ما تأثرش عليكم بالنسبة لباقي الكلان الجواتية في قرب؟ لا هي سيفون الماتش تاليوم الليقنا ننسوه ونخموه ليمانش الجين ونقودن خموه غير في الحراش ونحن مقابل أدروك كاملت نخموه في ليمانش الجين إن شاء الله نحن نتعطر شغل قاسنا شوية نحن نطيحوش مورر ونحن موتيفور ونحن إن شاء الله نحن نتعطي لأسهمان ونروحوا في القوة ونجيبوا ليتروبهم سياسي إن شاء الله اليوم مش خصياتي الليحنا بيعطنا؟ أخا سواله اليوم نحن ما بأم بوان لغالب ربي مكتب شوين دو بينارتي وزيد راتينا الدبيت وما كخصت حاجة نحن نتحمل مسؤولي أخا نعم نعود للبلاطو زوهير كلم كثير حول حلوة مباراة الديربي ولو أنه يعني متقلش أهمية على مباراة الأخرى اللي كانوا يلعبوا السقوط كالتحاد بل عباس ونصر حسين داي لكن في الأخير شاهدنا أن المباراة ما كانت يعني في المستوى المطلوب اللي كان ينتظر فيها ربما الجمهور حقيقة فيصل كانت مباراة كبيرة وجمهور كان غافية جدا كم يقول لك مباراة محلية ما بين جيران ملودية الجزائر واتحاد الحراش ديربي كان كم يقول لك نعرفه كم يقول لك تجور وشح يكون وراء هذه الديربيات ولكن الحمد لله كانت رياضية كبيرة ما بين في الملعب وحتى في المدرجات أما بالنسبة من ناحية الفنية شفنا مباراة ما كانش كبيرة من ناحية الفنية كانت كم يقول لك لأن لو نشوف المعنويات تعلابين ونشوف الدهنيات تعلابين كانوا متركزين كانوا خايفين خاصة الفريق تلك الملودية اللي يستضيفها كتعرف الفريق عندما يستضيف الملعب بتاعه الدغطة رح يكون كبيرة عليه وخاصة الترتيب اللي رأوا فيه ملودية الجزائر ما يخليه كم يقول لك يلعب مفتوح ويلعب كم يقول لك بكل ارتياح كان اسمح لي نقطعك زهير أنت تكلمت على الضغط على ربما اللعبين خايفين لكن لو نشاهد في مرحلة العودة ملودية الجزائر عاد بثيقة زايدة الحمد لله رجعت الأمور طريقة لعبه أصبحت جميلة يلعب مباراة وما عندوش يعني ضغط كبير خاصة كهو كذلك تيحد حراش يلعب على المراتب الأولى يعني كيف ظهروا الناديين بهذا الوجه هذا الشاحب أنا أقول لك أن المرتبة المرتبات الأفضل عندهم ملودية الجزائر عندها 35 نقطة وإتحاد الحراش عنده 40 نقطة لو إتحاد الحراش يفوز رح يلعب على اللقب بقاوة 3 جوالات يقدر يلعب على اللقب عنده عنده الحضوط أو يلعب ما بين كم يقول لك ثلاث مراتب الأولى أما ملودية الجزائر عنده 35 نقطة ما تخليش يلعب ارتياح رح يكون عليها ضغط كبير لذلك اللعبين كانوا خايفين لأنه فيصل لا تنساش لإتحاد الحراش من أحسن الفرق لتلعب الكرة كانوا قادرين إتحاد الحراش يفوزوا بهذا اللقاء لو لا كم يقول لك كانت عند إرادة كبيرة للاعبين تعملوا ديا وكانت كم يقول لك في أرضية الميدان كان ضغط رهيب شفناه حسناه خاصة في الشوط الأول أما في الشوط الثاني شفنا ملودية أرمت بكل تقل تحها خاصة في الهجوم وخاصة على الأطراف وشفنا كانت عدة فرص للتهديف ولكن كما يقول لك الكرة القدم ما رهيش علوم دقيقة داروا تعادل لما يرحش يرضي لا إتحاد الحراش ولا ملودية الجزائر ولكن هذه هي كرة القدم التعادل خرج في مباراة محلية والحمد لله كانت تروح رياضية الداخل الميدان وخارج الميدان نعم حليم نعود لك متطلعات الجمهور كنا قادرين نشوفه مباراة أحسن تكلمت مع ظهر سؤال مغير كانت كل شيء وجد في الملعب الجمهور غفير قلت أنه رجعت ثقة بالنسبة للملودية تحت حرش لعب المراتي بالأولى كيف مباراة كنا قادرين يمتعون الجمهور كذلك صحيح الهسطور للنجو ليس مدد ليس قليلاً لأنه قد يستخدم ملودية لقد أنه مرور لمشانات المدربة لقيمة المفضلة لكي يمكن أن يمكننا أن يكون لديه نظرت ولم نظر ويسا ملودية وحضر للميضام الآن ويقف لمشانات المدربة لمشانات المدربة للمشانات المدربة وملودية وليست ما تسميه فاوزي شعوشي اعتقد أنه مولوديا يتم الخافية في امرأس أسفل وقفة الاستمار للمعنين من الهاتف من أفضل الجزء حتى أنه شعوشي سعوشي اعطلت للمعنى امتدت للمعنين قبله للمعنى للمعنى مع المعنى والمولوديا تفعلت للمعنى فاوزي شاوشي فاوزي شاوشي ولكن قبل كرة توصل كاين وصل الميدان وكاين دفاع لن نقول كما نقول فاوزي شاوشي كن شاوشي كانت فتحها نروح ناخد وراي سيد زتشي شهد المباراة حليم يتكلم على ربما الحارس لكن أنا نتكلم ربما ما نعرف لتشاطرني الرأي شهدنا يعني مراقبة الكرة على لعبي تحت الحراش أنت كرئيس فريق عندك أكاديمية فارادو تعرف أبجادية كرة القدم مراقبة الكرة تحت لعبي تحت الحراش يعني في لمسة واحدة قدر يرمي الكرة مباشرة على الجهة اليسرى بالنسبة الحرس تحس أنه يعني في كرة القدم تراقب الكرة تسجل هدف تحسن يعني كيف شفت المباراة وكيف تعليقك حول كذلك بردود تحت الحراش كان يلعب على كما يقولون المرتبة الأولى لكن شهدنا أنه لا أحب شي غامر كان نقطة واحدة كانت تكفيها ربما هو حقيقة فصل يعني لما نشوفه المقابلة من قبل يعني وهذا الدربي اللي كنا نستنو فيه والجماهير اللي كانت في الميدان يعني حقيقة كنا نستنو يعني في مقابلة جميلة يعني أداء أحسن من هذا يعني إذا حبينا نمد نقطة لهذه المقابلة وعلى كل حال كل المقابلات يعني في هذا هذا الأوان يعني في آخر الموسم يعني نقدر نقوله باللي تحت المعدل تحت المعدل وأنا نظن بأن يعني بصيفة عامة بصيفة عامة أعتقد أن الجوار الأرجرية يأتي بصيفة عامة بصيفة عامة بصيفة عامة بصيفة عامة في الجزائر ونظر بأن هذا الشيء راجع إلى حاجة وهي تكوين اللاعب وخاصة بالنسبة للجسترس لأن لما اللاعب يكون عنده تكوين من ناحية التقنية البدنية وخاصة البسيكولوجية يعني يقدر يقابل هذا الحجم المقابلات ويلعب بكل ارتياح لتجعل المقابلة لأنه لتكون مقابلة كبيرة لازم اللاعبين من الطرفين يمدوا وجهه يكون مشرف ولهذا نرى بأن أهمية المقابلات في الجولات الأخيرة تجعل المستوى تجعل المقابلات يكون ضعيف وحتى تحت الضعيف نعم خاردين أنت كذلك سؤال يعني نفس السؤال ربما الأول نزيد لك تكلمنا على الأهداف تكلمت أنت على تكوين اللاعب لو تشاهد هدف مولودية الجزائر وهدف فتاح الحراش يعني 57 دقيقة ربما تسجل هدف مولودية الجزائر لقطة لاعب ضد لاعب يعني تكلمت لك أنا على أكاديمية شاهدنا هذه الفرصة التي شاهدناها طيلة 57 دقيقة لاعب ضد لاعب جاوز اللاعب سجل هدف يعني وكذلك تحت حراش كذلك تكلمنا على الأبجذيات مراقبة كورا حسن راقبة كورا يقدر سجل هدف طرف أن كورا القدم يعني تكوين وفيها شيء يعني صعوبة إنسان يكون حط حقيقة هو إذا كان يعني اللاعب يعني عنده كما قلوا احنا الباس تكنيك إنفورمسيون الباس لتسمح له باش يعني في كل الحالات يعني يخلي له كنترول تاعه يكون صحيح يعني يقدر يكون عنده ويوضع روحه في حالة لتسمح له باش يكون تسجيل هدف ولا يكون يعني دي تيغ دولوان ولا حاجة أما كل الظاهرات هذو الأشياء اللي راني شوف فيها في كما قلنا في الكورا الحديثة ما نشوفهاش يعني في خاصيات اللاعب الجزائري وهذا ترجع إذا سوء تكوين اللاعب وإذا ما يعني تكلفناش ما تكفلناش باللاعب يعني في السنوات القادمة راح يعني نكمل ونشوفه هذا المستوى تاع الكورا اللي هو حقيقة يعني دول المتوسط يتدلنا يعني من شيء زهر نفس السؤال احنا ما راش نتكلمه على ربما ثقافة تكتيكية يعني نعرفين أنه ربما اللاعب الجزائري كثير من اللاعبين لي ربما ما داروش ما داروش ما داروش كورا القادمة مصغرهم يعني مكشف ثقافة تكتيكية ما عليش يعني لكن من ناحية التقنيات التقنيات ما فيش تقنيات شوف في كورا القادم أو لاعب تاع كورا القادم لكن لازم يتكامل فيه يتماشى معاه كل هاد الإيجابيات لازم يكون فيه تكوين كما يقولك قائدي التحضير البدني، التحضير بسيكولوجي، التحضير تكتيكي، التحضير التقني لازم كل شيء يتكامل في هذا اللاعب لو أنت يا اللاعب اليوم نأخذه على سبيل المثال الالي التكلمت عليه إتحاد الحراش و او تيره انفلوبي للسجل الشوشي حتى لو تقوموا بأي لعب ما كانوا كان تكون صعب له لان اللعاب اللي ته انتليجن وارباح ثواني تحت تفكير يعني و هذا ما شفناهاش من قبل مكانوش اللعبين حنا كنوا اللعبين تعنا كيمات جاه يضرب ولكن الان اللعبين بدأت تكون عندهم الدكاء بدأت تكون عندهم كما تكلمتها التقافة التكتيكية فهمت وهذا يجي مع مرور الوقت ننظم اليوم مع المدرب شارف كان عرف كيفاش يوصل هاد الميساج ويوصل هاد التقنيات ويوصل هاد الامكانيات اللعبين باش خلاهم يلعبوا بكل ارتياح احنا شفنا شفنا المباراة تعملوا دي الجزائر مع اتحاد الحراش شفنا اتحاد الحراش كيفاش كان يمشي الكرة كيفاش كان عرف كيفاش كان يحتفظ بالكرة حاب يمتصر بما غضب او ضغط على المباراة ولكن احنا كتقنيين تحس من وراء هاد شيء بل اتحاد الحراش مجهاش بشيفوز لانه لو حاب يلعب كان يعمل اسلوب اخر او تاكتيك اخر او يعمل كم يقول لك اشياء لتخليك تحس بل اتحاد الحراش يرمي بالاوراق تهو ويروح للهجوم ويلعب على الاطراف ولكن احنا شفنا كان يستحود عن الكرة ويلعب ويدير الا كم يقول لك الازاتك رابيد ولهذا مولودية الجزائر عرفت كم يقول لك صعوبات كثيرة عندما تكون عندك فريق متمركز ويعرف يحتفظ بالكرة مولودية الجزائر كان عندها صعوبات كبيرة باش تفوز بهذه المباراة نقول يوم واحد واحد كانت منقوش تساعد الفريقين ولكن عندما تلعب ضد فريق تمركز كما اتحاد الحراش اي فريق كان كان حد تكون عنده صعوبات كثيرة حسنا اتحاد الحراش انا شخصيا حسيت لبليتاع الحراش مكانش يغامر باش يفوز حسنا نعم حليم حبيب ديف انا حدي تكلمتوا على المولودية يعني نقطة صعبة بالنسبة لها بعد مرجع يعني كما قلنا احنا هو الى ربما الفريق الأول في ترتيب في مراحلة العودة لكن نقطة هذية ربما رجعت للوراق لا أولا، لا تس破ق كما فعلت لسما لا يقضر في الأخباء ملاهور تسوأيين وقال أنها تسوأي لسما في السادство ولي حتظ الأخوان بحسب أنه سوف أغسر وهو أغسر بلسما وفي الشيء يوجد قلب الشيء كانت إليه كما كان هذا الإخوان أقول لك مولوديا والمعاملات الألعب بالتحديثين وقدما نمتازن أليكها المحفزة تزالحة جيدة هو النعمر لتصليح اثناء وإعلان قد تفت الأقل بالضعات المحفزة من الماضية كان يطرق بسل الأسدقاء أيضاً بمكنك إذراك تعمل مع صلوق الكمال على معين على التحديث أم بل عجل من خلاله من أفضل كان يوجد طريق لديه معي وقد أفضل قبل الأشخاص والخدام بل أعافي وقد أفضل أن أفضل على جديد هذا هو اكثر الطريق الآن يقولون إنه كان العلموحة في الطبيب ولكن أمود أن أفضل الله وأمود أولاً أمود أن أتعلم لكي تفعل شراءً أو صفةً ما فعلاً سيكون في هذا المعجل هو المعجل في ذلك وستعلم فالأسف لقد قد تفيد من قبل أن أعلم تشاهدين عندما يتحليم ومولوديا سلسلًا يجب أن أتواج أكثر في السابقه تعالى أن البقاء من المعارضات التي يجب أن أتواج الأمور هذا وفعلها أحمد نهاية نعم هذه من جهة كذلك كذلك جهة نتكلمه يعني صراحة حتى الإعلام لعب دور كبير في المباراة هذه كعدم نشاهد الإعلام يتكلم على أشياء إيجابية المباراة تكون إيجابية والروح الرياضية تسود الملعب وحدنا نتكلمه على البطولة الوطنية نروح لرائد الترتيب وفق سطيفلي فاز على أمل أربعة بهدفين مقابل هدف نروح نشاهد هذه التصريحات ثم نعود للنقاش أول شيء نهني الفريق الخصم الفوز نعمل هذا سطيف سطيفلي بار بريزانتي نظن باللي قدينا مقابلة كبيرة في الشوط الأول كانت لدينا عدة فرص تحكمنا في اللعب ربما في فلسفة خاصة عندما يكون الفريق الخصم عنده الكرة عرفنا كيفش نقلق المنافذ ضيعنا أهداف في ظهر المنافس وهذه الكرة كتضيع يسجل لك أهداف في الشاب الثاني كذلك كننا حاضرين فريق الخصم على سجل هدف عدنا في تعقل بعدين يعني إني 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 إخلاي إلي قلاب أصعد لنها بسجلو هدف التاني بعدها نفسي شيء ما نراجع ننتبسي بلنا نقصرت بسيطة للعامل أول مررنا نشوف فاريق في ثمانيامي فريقنا بالطول والعرض طيلة تسعين دقيقة لأنه مباراة مكانت سهلة حقيقة ونظن غياب لقرع في آخر لحظة وحتى ميقاتلي بسبب المرض في آخر لحظة أخلط أوريقي نوعا ما خاصة من ناحية الدفاعية لأنه بريكوليت ألافان يعني بزيوش كان مع الأمال جبته طلعته لعب هذه المباراة وحتى العمر اللي موش يعني مدافع أيسر ولعب مدافع أيسر ولو أنه بوكريا يعني تبانع له نقص المنافسة يعني شي معقول ومنطقي جدا لكن مباراة كانت قوية يعني فنيين شفنا مباراة لبس بها من الأربعاء هاجم يعني وما غلقش يعني مسكرش اللعب يقدم كورا حتى من شفت العشر دقائق لأخيرتها شوط الأول وانتقريبا وضعنا في ثمنتاشر متر تعنا وكانت لديها العديد من الفرص وحنا نقدر نقول كان عدنا الحظ مع بداية شوط ثاني تحكمنا منيح اللعبين جاتهم ماذيك اللونفي والإيرادة به يرجعوا في المباراة وقدرنا يعني نرجعوا في المباراة سجلنا الهدف ثاني بعد تعادل بهدف جميل تعامل أربعاء ولكن كالعداء الفريقية ايضا ارتابك نوعا ما وستقل أمل أربعاء في بعض الكورات ثابتان من الركنيات كان قادر يسجل ويعدل النتيجة وحنا سيرناها بالمعقول يعني الفريق بداية تعب من كل النواحي من كل الجوانب نعم جينيك خردين خردين كذلك يتكلم على تعب صراحة يعني ربما الفريق بداية تعب من ناحية البدنية يعني كما نقوله احنا كثرة ربما المباراة لكن الشيء اللي نقول لك أنه أمن أربعاء يعني بعد انهزامه في كأس الجزائر قدم مباراة في القمة يعني حسب تصريحات المدربين يعني خاصة خردين المدربين يقدم مباراة في قمة ما تأثرش بالمباراة تعني هائية ننظن بأن يعني أمل أربعاء يعني شفناه يلعب يعني مقابئة يعني يعني كورة جميلة منذ بداية الموسم ولهذا نظن بأن يعني ما بدلش طريقة اللعب حتى يوم يوم النهائي لعب مقابلة ولكن ما كانش معها الحظ باش يعني يسجل أهداف اللي بديت بجاية ولكن نظن بأن يعني عندهم طريقة لعب رمي يلعبوا بها خارج ديار والله في ميدان ونظن بأن عندهم الحق يعني يلعبوا كورة يعني حديثة يحاولوا كيفاش يصنعوا اللعب وفي الأخير يعني نشوفه باللي حتى أمام يعني فريق مثل وفاق ستيف رمي حطلوه في مشكل يعني حتى فوق بيدانه ونظن بأن يعني لازم الواحد يكون عنده فلسفة في اللعب ويمشي بها يعني طول طول الموسم ولهذا يعني نظن في الأخير نتمنى لهم باش يعني يخرجوا من هذا الازمة اللي رم فيها بعد يعني الانزام بتاحهم في النهائي ولكن في الأخير لما تلعب يعني وفاق ستيف اللي عنده يعني حجم تاع بطل يعني دايماً أكم تعرفوا كيفاش الحظ دايماً يكون مع هذاك الفريق اللي عنده حجم بطل ولهذا يعني نظن بأنه اكزاكتماً جو پس كاللاني لانتونت لابريم ديمانسيون يتسمح لها يعني تعرف فاش تخرج روحها حتى كما كان يقول الأخ خردين مضوي لما يكونوا يعني لعبين ناقسين يعني يلقاوا الحلول حتى في اللعبين الاحتياطيين وهذا هو اللي سين لي خليه يعني فريق يعني فريق يلعب أدوار أولى في بطولة والله حتى في الكوب دافريك مع فريق يعني يكون عنده نقص في التجربة في الوقت يعني المفيد والله في الأوقات الصعبة ربع نقاط خردين يتكون عنده حظوظ ربما يعني أنا نظن بأن يعني اليوم لانتونت رهم دون لابريم شامبيون ماتنان يكمنسا ديرولي يعني يلزنبوز ريثم للشامبيونات أنا نظن بأن حتى لما كانوا في المرتبة الثانية والثالثة هم يزافي كونفيانس اليوم عندهم إن كونفيانس في الكروب تحهم لتسمح لهم حتى ولو كان عندهم ربع ولا خمس نقاط بالنسبة الأول باش يرجعوا في البطولة أنا نظن بأربع نقاط اليوم صفا ديفيسيل دالي يشيخشي مع التدوية تحمل ان كشامبيون دافريك وراتور هذا ان فرس في الدانيار جورنيه نظن بأن عندهم يعني الوطنسيال باش يكملوا برميار دوشامبيون نعم زوهر كما قال خردين يعني الفريق كما قلوحنا الكبير يرجع حتى ولئون الحظ دائما معه وهذا هو يبين أنه وفق سطيف حتى المرتبة الأولى لكن تصريح مضوي حتى وهو صديقي يعني عندما نتكلم كلمة بريك ولاج أنت مدرب ويعني تعرف الأشياء نحن نتكلم عن كما نتكلم عن الادبطاتيون عدم في أخر اللحظة وهذا صريح أنه أنا عارف أنه بعد مباراة يعني كما نقول أشوحنا ربما هو اللي يتكلم عن الكلام يروحوا لك لعبين نحن تعلمنا في فكرة القدم في تدريب أنه عندك كلمة لادبطاتيون هذي تستعملها يعني في كل يعني المراحل حتى عندك لعبين أخر دقيقة ميشيل كوش هو تحتلوين سيتيواتيون وين تكلم عن البيريك ولاج دون ذنسانس وين استادير جوه طوارئ في أخر دقيقة من كليتي وبلجي باش أو تكلم وقال جبت لعبين من الأمال ولعبين مصابين منك هنا كما تكلمت الأخ فيصل فريق كبير هنا وين تحسد لفريق كبير بسك هاد الفريق هذا حتى ولو ما عندوش لعبين أساسيين أو يهرب العين تقول نا بريك ولاج لا 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 أخبره من فإنها هسأل قطره من المعرفة لقد مختلفة، قطره من فإنها له يمكنك قولون أن فإنها مدانيًا لأنه ليس لغاية نعم نعم تنشيزة جداً يجب في تحلبات في حالة ضعيق نعم حتى عمي شكراً أصعب من التعب البدني هو التعب دهنيا لأن حتى شرط الفترات تعويش جاز فيها لمدة هذه البطولة من الصعب من المدرب أو لاعب أو رئيس نادي يتحمل كل هذا العبء كل هذا التقل تعويش جاز عليها سيتولي كوبدافريك فينا كوبدافريك الإقصاء من كأس الجزائر نحن نعرفه سطيف تتحب الكأس الجزائر وزيد المشوار عن مكان يلعب في التصفيات كأس الفريق كان وفاق سطيف كان آخر في الترتيب شوف اليوم وصل له يلعب على البطولة أنا نظن فريق كبير اليوم يبرهن بأنه كبير باش يكبر بلا ماتوريته لأن هذا الفريق يلعب على ماتوريته على نفو جو على نفو كولكتيف من ناحية الروح الجماعية حتى ولا جاب لعبين من الأمال وجاب لعبين كما يقولك احتياطيين لأن بعض الأساسيين بعض الركائز ما كانواش موجودين اليوم فريق ووش كس كونغوتين دو 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 ماتوري حاجة نستخلصوه من المباراة هواش هو الفوز هذا الفوز حتى ولو ليس جمليا حتى ولو اليوم مضوي قال شونتون بريكولي بلوماتش ولكن فاز هذا ليس بريكول لذا قد حسنا وصفت حد كان معه على كل حال اليوم نقولك المشكل ليس لا يوجد فق سطيف المشكلة الوافراه في أمل أربعاء أمل أربعاء ليعنده 35 نقطة الأمور تتعقد من المباراة إلى مباراة من المباراة حسين داي والأربعاء تتخبط في المشاكل خسرت مباراة اللي كانت تتخليها في أمان مع نصح حسين داي خسرت مباراة زاد خسرت نهائي من توشي وشي خمم الإنسان حنا بشر سيسور يكون لليبركيشون من ناحية الدهنية من ناحية بسيكولوجية الفريق مهما يكون مهما يكون التحضير بسيكولوجي من طرف المدرب ولا من طرف الرئيس جمال عماني ولكن أمل البيعارة ويتخبط في مشاكل زاد خسرت هذه المباراة تعمل فاقستيف نتمنى إن شاء الله في المباراة المقبلة ستكون مش سهلة لحي يلعب مع شابت القبائل نتمنى إن شاء الله يخرجوا مع هذه النفاق إن شاء الله وحنا كذلك نتمنى كذلك لخير دي موضوع كذلك مستقبل كذلك مع ناديه رغم الضغوطات اللي يعيشها يعني ما وسهل لأنك يعني تلعب أو تدرب نادي كبير نحن نوصل للحديث على البطولة الوطنية الأولى بوبيليس لكن بعد ذلك الفاصل نعم عودة مجددا للحديث على مباراة البطولة الوطنية بوبيليس ومع مباراة نصر حسين داي اتحاد بالعباس وكان فوز نصر حسين داي بهدف مقابل سفر ليخلى ربما مشاكل اتحاد بالعباس يروح للمرتبة الأخيرة نروح نشاهد هذا التصريحات ثم نعود موسيقى اشتركوا في القناة 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 ولهذا نقول اليوم خاصة هذه الفرقة تتخبط في المشاكل هذه وكما يقول لك تتصارع لكي تكون في القسم الأول كلها تحت كمبارازار يلعبوا كلهم مع بعضهم بعض ولهذا الصعوبة ستزيد تكون أكثر ولهذا نقول اليوم نصر حسين دايح حقيقة نفازت ولكن راه دائما ب33 نقطة وبالعباز 32 لك ما تخليهمش في أمان ولهذا ننظم الفوزة سيخليها شوية ترتاح من حياة نفسية ولكن الأصعب رأو جيد نعم حليم نتكلم على المؤخرة لكن عليش قطلنا ربما حتى يتحد بالعباز يقدر ربما يتفدس وقوط لأنه وعد ما تشاهد يعني النقاط تقريب كلها يعني قريبة بنتها يعني مبارتين أو ثالث مباراة يقدر تحت بالعباز يخرج من المؤخرة حتى نصر حسين دايح نعم Akhir نعم فقدون نتكلم ليس من الموقعين من خلال فالتاة في السيزار وكما سيخص سيخص من خلال ريجان قدرص مبارات السيارة حسين دايح سيخص سيخحي شانه جنبوده – محبت لتعرف بيهم؟ – أعرف بيهم – أعرف بيهم – محبت لتألقة مشاهدة مهمة و وأعرف بيهم جدا و أعرف بحجابي من السبب بحجاب أن promحنا بني أعلقة تقالية حينما تتبقى بيهم في سبيل في سبيل المطالقةات في المطالقة إلى أفلك الأن تنسى أنه بيهم ويحافظ لم يأتي بالمصورة أجل من أعرف بحجاب إلى أكثر من أدلقائية كبيرا في الغد من غارب سنعرف أن يكون موزي ديهوارا ومدرب الفاريق ومهمتو ينقذ الفاريق رحن شاهد نتائج هتيل جولا وترتب الفرق في هذا الوارق المترجم للقناة 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 الجولة الثامنة والعشرون ستشهد صراعاً كروياً كبيراً حيث سيتواجه متذيلاء الترتيب اتحاد بالعباس المنهزم أمام نصر حسين داي مع جمعية الشلف المنتشي بفوز على ملودية العلمة مباراة بست نقاط ولا مجلل الأخطاء فيها من الجانبين في حين سيكون ملودية العلمة مرغماً على الفوز بملعب محمد زوغار على ضيف شبيبة الصورة للخروج نسبياً من مستنقع الهبوط قمة هذه الجولة ستلعب في العاصمة بين صاحب المركز الرابع اتحاد الحراش وصاحب المركز الخامس عشر نصر حسين داي مهمة صعبة لأبناء نصرية أمام الكواسر خاصة إذا كان الثمن المباراة يعادل التشبث للبقاء في حظيرة الكبار في حين ستشهد الباهية وهران لقاءً بين الأشقاء الجمعية صاحب المركز الثامن والملودية صاحب المركز الثالث لقاء للتأكيد بعدما ضمن الفريقين البقاء في البطولة بنسبة كبيرة لينتقن مسلسل اللعب على الأعصاب إلى مدينة الأربعاء أين يتواجه الأمل مع الضيف شبيبة القبائل مباراة بست نقاط والخطأ فيها يكلف الخاسر مزيد من العناء في هذه الجولة كذلك سيكون زعماء الصدار على موعد مع مباراة صعبة حيث يسافر المتصدر وفاق الصيف إلى ملعب عشرين أوت لملاقات شباب بلوزداد وعينه على الفوز لترصيم نفسه بطل المنافسة في حين سيكون المطارد مندية بجاية على موعد مع اتحاد العاصمة مباراة يحتاجها العاصميون لرد الاعتبار ويريدها أبناء القبائل لمواصلة السباق نحو اللقب بعد طول انتظار ليستمر الكفاح ومسلسل حبس الأنفس في البطولة الوطنية التي خرجت عن المألوف ولفتت أنظار الكثيرين من كل حدب وصعوب نحن نبدأ بسؤالي تام قبيل ظاهر ونتكلم كذلك على ربما تحل بالعباس راح يستقبل جمعية تشلف لو يفوز يصبح يخلي موراها أربع فرق هذا هو اللي حبي نتوصل له ربما سؤال تام قبيل أنا أحبت تيطانيكدوت نضحكوا شوية الجمهور الثاني اللي ضمن البقاء في هذه البطولة هو بليدا باقي الآخرين كلهم هنا في الفانت البليدا ولد من نانسيونالئيل نريد أن نرى تابلو يأتيك كل شيء المشاكل التي ستبقى حاصلها شطرني رائعا عند مشاهد شاهد بالعباس يصبح لو يفوز على أحد على جمعية تشلف سبعة بخمسة وثلاثين نقطة يصبح رغبا مرتبة تناش لأن كل فرق رايكين أربعة وخمس فرق رايب خمسة وثلاثين نقطة وخاصة الخسارة تشابة القبائل مع جابلوزداد لذات عقدة الأمور اتحى ذات عقدة الأمور وزيد تروح الأمل الأربعاء شابة القبائل نظن الأمور راح تحسم حتى آخر جولة على ما أظن وبالك راح يكونوا دي شيربريز راح يكونوا دي شيربريز راح تحسم أمور أشياء كثيرة كثيرة في الموسيقى نعم بلاش نقول لك وعلاش لأنه بسبب هذا الفرق اللي رايكين لتلعب على الطيحة راح تحضرين نفسهم من يد يد كلب لانه لانه بسبب الأمور كلها بخمسة وثلاثين 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 بلنك نظن الجولات اللي رايكي جايها راح تحسم أمور أشياء كثيرة كثيرة في الموسيقى كذلك حليم أمور أربعاء أشبيبات القابائل أشبيبات القابائل أمور أربعاء مبارا لا أعرف على ما أعرف أمور أربعاء أمور أربعاء لا ما أحب أن أشبار أشبار كثيرة في الموسيقى كثيرة من الأجل تحديم إنه جدا! في ترجمة تسوفة القوى وإنما إذا كان اللـس طارق من المشاهدين من العبدة إن كان لجادة العجل نانเถاء المنشاشة ونحن نعرف على المهمة على الأجاب التاسطين ومنها أتشار السراق عرفة وطررم مجموعة فين أن نعرف المنشاشة تنسلاة جديد ما كنت في المرة لايك تعرضوا حسنا لجادة لا ينسilia المترجم للقناة نعم ما لا هو من المؤسف أن شاهد شاببات القبائل يتخبط في هذا الترتيب مثال آخر كذلك خاردين شاببا بنوزداد الذي كان ربما مشاكل في بداية الموسم يستقبل وفاق ستيف لو يفوز على وفاق ستيف يصبح في مرتبة ثانية وربما كم يقولوا حاني بروفيتي من الخروج تاع الفرق في المقدمة يعني والله treس طيبًا أتشغل الرئيسية لكنني نعم المفترض الأخذين والآن يتخابد الهتمام سيكون الأخذ الأشخد ولم ندرجة عن كبار تزيوزداد يمزونك وعني حتى في التفاكم الأسفل بالكبار هذا الكبار مختلف في للجب المقاري التي كانت لاواماً من أعادة الوزر لكن سنفتح الى مستقل وليس يفعل ذلك ينزل الأعزاب من قبل وفي سنوانه سنعرف ولم يقومين ومع فعلهم سيكون الأخدرية ورامت أعتقد أنه يجب أن يتقل لها يجب أن تقلقه لها صحيح يمكن أن تقلقه ما نعرف على هذا الجزء لا يمكنك فعلا إنه كان بدلاً لها قد لا يمكنه أن يكون هداً وإنه تقلقه إلى أبلوزدد إنه مفتدان لها تقلقه أولاً لها تقلقه بساسية وإنه يمكنه أن يكون مزيقاً في ثلاثت ركوانات والأخيرة أنا أخبر في الأول مجدسة السبب العادة يخبرون أنسي قليلا لا أفهم ولكن هذه الأشياء لنهار لنصبحت نحن 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 نكتاب نحن 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 نتقاب ومع صورة وكما تشاهده بعد كلها سمع ذلك مجدد مع بعض التحريرات اعلم أن نستطيع التقليد بل أبس شليف و جسك الأربع وكما تنسى وحراش السند وحراش السند وحراش السند لتنسى أن نسى من اتتركوا في التسالح ومع اللحن إلى بولورين هل أبو لرئيسين وحراش السند ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي ظل بحث الفريقين عن كسب الرهان بدل العين سراع كبير بين اللاعبين على أرضية الميدان وبين سوء التركيز طارة والتسرع طارة أخرى ضعت فرص حنون وسوكر من جانب الفريق الأخضر ومحاولة أكرور وبالعويدات من جانب الندي الأزرق بالرغم من تسجيل المدية لهدفنا بقدم بن عيسى رفضه الحكم بداعي تسلل ريولفر من كلا الجانبين جاءت الدقيقة والأرباع بالخبر الصارة لأبناء المدرب حجر بن عيسى يمرر لبالعويدات الكرة تلمس يد المدفع طحالة والحاكم مناسب يعلن عن ضربة جزائل المحليين وضعها بالعويدات في شباك الحجوطيين هدف انتهت على وقعه المرحلة الأولى بتقدم أولامب المدية بهدف دون رد المرحلة الثانية لم تختلف كثيرا عن سبقتها فبين تضيع الفرص من الجانبين مرت دقائقها فالأولامبية أضافت هدفها الثاني ولا حجوط عدلت النتجة لتنتهي المواجهة بفوز أبناء التطري بهدف يتم حافظ به زملاء بن دحمان على أملهم في تحقيق الصعود وتدارك ما ضاع الموسم الفارض فيما اقترب أشبال المدرب صوفيان بوجل من السقوط إلى قسم الهوة في انتظار ما ستكشف عنه آخر جولتين من البطولة مبارك كثيرا عني لكم لأن أي تعثر الحزابية من يكون خارج حزابية الصعود مقابلتهم كانت أسعب مقابلة كل موسم فريق تحت حرجون فريق جريح على ما شارف السقوط مقابلتهم خلقنا صعوبات كبيرة والحمد لله اللعبين استعدوا لهذه المقابلة بمعنى كريمة مقربة من الحادث معنا كان معنا تلك الأكاكق الأخير يعني بورا مقربة الهدف التعادل وحب أبدا شرس يعني كثيرا عنهم اللي تلوازي كيب حناه وليتراجنات الواغي بميزان عبداليسو دي سوختي دونك اللي يخفقت لها اللي تجمع قبلت راح يروح اللي حنا لولا مطالبين باش نحو لجمع قبلت ونستنو الأخفات لها أحد الفريقين يعني كم اللي تجولت أخير شبال 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 اللي تجولت الفريقين باستاش المقابلة كانت في أخير المرتبة عودنا دلنا إمبور نيسون أصندون مي في الألمان اضيقا ما باي لسوتيات باش تكملو مجموناك المقابلة اللي يمش من النتائج اللي تعرفيها بالأخرى اللي يمكن التعادل يمكن يخلينا التعيم في المياه فراحة ولكن الزيزام التعناق اللي نعملو أكثر وقوة ستة نيقاط الميزان لازمنا ستة نيقاط ونسلناو الفيادة الأخفات نعم خردين نفس ربما السيناريو بالنسبة للقسم الثاني والقسم الأول ما عدا اتيحت بليده لي صعد القسم الأول اللي كنش نتظر فيه أونان بي كلندية فاز بالمباراة ربما قحم نفسه كذلك فربما صعدين القسم الأول أنا أظن بأن بالنسبة للقسم الثاني موبيليس الأشياء يعني نقدر نقوله باللي أسهل لأن علاش الاتحاد بوليده يعني ضمن الصعود التاعول للقسم الأول وكان نظن المراتب يعني الأماكن الثانية اللي بقاتب يعني اللي تسمح بالصعود نظن كان 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 ثلث فرقة يعني تلعب على الصعود هي أولان بي كمدية تاجننت وغليزة في الأخير نظن من اللي راح يكونوا فريقين من هذه الثلاثة اللي راح ينسعدوا الرافق ويعني اتحاد البوليده أما حقيقة صح بالنسبة للسقوط الأمر متعقد شوية لأنه ما زال خمسة والسة فرق يعني تتنافس من أجل من أجل السقوط ما عدا أظن مروانا اللي راهي كازيمو يعني ضمنت السقوط انتحى القسم الهاوي ولهذا يعني اللي بقات جولتين أظن في القيب الرابي طب ثانية ورح تكون حاسمة بالنسبة يعني المكانين اللي ما زالوا تسمح الصعود والمكانين اللي ما زالوا راح تكون في اللي في السقوط نعم زهير نجيليك احنا شاهدنا ربما لقطاتها أمام اتحاد حجوط شاهدنا الفرصة لضيعوها اتحاد حجوط ربما لربما يمارس كرة القدم يقول أنه حتى اللاعب ربما بضيع عمدا المبارا لكن الهدف لكن شاهدنا أنه ربما كذا كان كان ربما نقص تركيز بالنسبة لللاعب لما كانش ينتظر كرة حتى صاب الكرة وجه لي وجه أمامه سواكير ما قدرش يسجل هدف تعادل كان ربما يخدم اتحاد حجوط حتى يربح نقطة اضافية حقيقة كان الهدف كان المنعرج المنعرج باش يخلي أولمبيندية يخرج من من السباق وحجوط تربح نقطة لتخليها بلاك يأمل باش ما يسقط هذا الموسم أنا نظن المباراة هذه كانت مباراة محلية لأنه مجيران ويتعرفوا بعض ومبعض ولهذا كانت تكلم رئيس رئيس أولمبيندية وقال كانت أصعب مباراة في الموسم لأن هذا هو المفتاح المباراة اللي خلاتهم باش يكون الأمل الأمل اللي راح يقيم بالفوز بتاع المباراتين اللي يبقاوا لأولمبيندية باش يطمح الصعود لو الفريقين غريزان وتاجنان يديروا يديروا أنفوق نظن هذه الجولة راح تكون حتى الآخر جولة نشوف مين راح يتحصل لأن حتى المباراة المباراة المقبلة اللي راح تجي التاجنان تستقبل مروانا وغريزان يستقبلوا بي جاية لقطة الهدف مجوبنات على لقطة الهدف عندما أنا حبيت ربما نقول لأنه ربما أنت تجربتك كمدرب يعني في حالات كما هذه ربما أنت مباراة أمام فريق لرحيل لعب صعود شاهد فرصة كما هذه يعني حتى نحبي أنت نطحق لأنه صعب نعرف أننا مناصر نحن حساسين ومشاهد مبارك لكن في كرة القدم فيها تجربة نعرف أشياء كثيرة نعرف أنه ربما سوء تركيز اللاعب لخلية ربما يضيع الهدف صورة تركيز التسرع هو تانيت لخلاء باش اللاعب مع تفكير وقت التفكير ويدير التمرير يجي هدك نظن اللاعب لازم شو يحكم عليه لأن هدية كرة القدم حتى شفنا أمانة كتجربة فقط عندك حق حنا ما نتكلموش اليوم على اللاعب هذا وحد جوت المستوى العالي المستوى العالي نحن شفنا رونالدو وجه لوجه يرات لبوت حتى اللاعبين عمالي قاب فاس فاس يرات لبوت لان سيصال الفتبول يفو يحكم أنت تقول أنت اللاعب هذا يعمل ها إكسبري نعم صرت و في هذه المباريات وصرت و في الوقت بالدات فريق اللاعب باش يتمح صعود وفريق يلعب لسير فيتاعه باش يبقى فوق ننظر كما قلت سوق سوق التركيز والتسرع هو ليخلا باش ميس جاش نعم حليم أولين كلمديا المباراة القادمة راح يتنقل إلى اتحاد البوليدا وكذلك يجب العودة بالنتقاط ضد فريق لصعد نقوله نصعد القسم الأول كيف تشوف المباراة سوق مباراة سوق سوق جزاء أبو فإنها سوق دونا قد لقد ضربت وفرق قد جزائع سوق أبو chsel سوق 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 إنه لا يمكن أن يكون لن أماس بأسراء لكنه يمكن أن نرى مفتاحات التهريف لأنه يبدو لذاتةfounded إنه مفتاح مفتاحات التهريف وهذه الوقت لا يمكن أن تحصل على الأسراء لظيفة الناس حين التهريف لكن للتأسر المستقبل لذلك أيضًا لا 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 أعتقد أنه في أماس بأسراء التهريف لما يعلان بهؤلاء الخبرير بالتفاصيل العبية حيث عن الطريقة بشكل عادي نعمة لعناة العبية فيUE امر سؤال بالتقيق بقليل على ما ربما حيث ليحقبت تعال بأسال هو مجموعة من مشكلة ليحقبت يمكن أن يكون بلدع معا أن تنتمي دياء لا فلست تنتمي بلاست حتى معونه مستمي سأستم وليزم وليس جينة امتبع بلدع الآن هو مقابل فيدع يمكنك أن تتتعيد أو تلك اربع ولكنت أن أتكون فقط على أيها الأحيان السبب علينا أن نكون دائمين في الأبيض على فضلك الأنبياء أصبع في أتفاق علينا فضلك الرئيسيسية لدينا خطة قبل التدريب فضلك التدريب أنطبع سندحنا وضلك لبضي كونيanya فطولة لكننا في نفسه تجنب علينا الذي يجعل طريق لغوظهbaby إنها فترة المبطرة لفرعل للتعب، نجد أن يظهر على هذه الصفحة يقول أن تساعد ذلك strada من قائل وهذا يمكن هذا قبل الوقت تسأل تقول ذلك أنك هل تطربت الأخصصصصصصصصصصاق كتابة حقاًと思يساً؟ لا، أكبر شأنه يمكن أن يكون هو الأخصصصصصصصاً إذا نجد أن نجد أن تكون صحيحاً استطالي أجد الحقيقي، بالفعل بيشة بيشة، أنه يطلب الهدف بشترة إلى المساعدة في تنزيل يتبقى من المنزل من دقائق، من المشاوين يمكن أن يجب على المنزل من المنزل من المشاوين. شكرا؟ وحيشكرا؟ وحيشكرا؟ هذا ما هو وحيشكرا؟ لقم أنه قد قول بيشترة أصابت بشترة أصابت ليم مستعدت. ولكن هناك قويا فقط و من تجيل الوقت يجب أن يرغب الى المنزل لنفكير ترجمة ترجمة نعم كل شيء هناك ترجمة ترجمة من المدينة ومن المباراً نعم 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 إن شاء الله نعم لكن هذه المترجمات لا أعطان لا أعطان ما لا أعطان على أن أعطان دوريس هذه المترجمات في خلالة وقامت في بشكل في كل سنة في هذه المترجمات في هذه المنزيزة ومعالمي في أسفل في مابيليس سيخزون مجلس في المنزيزة حاليا لن نحن لدينا مشاهدة لذلك لا يوجد أعاد التقريب ولكن لدينا ممبر من أجل المعافية نعم، سوف نتواصل حالي من تتحدث عن هذا الشيء سوف نتواصل الحديث عن حصل الكاملة حول نتائج و ترتب مباراة القسم الثاني موبيلس في هذا التقرير ثم نعود المترجم للقناة 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 نشاء الله نغلق ملف الرابطة الوطنية تانيا موبيليس نعطو حق ذلك الرابطة تانيا هوات في هذا التقرير ثم نعود استطاع نادي باردو أخيرا من جني ما زرع باستثماره في العنصر البشري وتكوين اللاعبين على المستوى القاعدي حيث حقق الفريق الصعود رسميا والعودة إلى الأضواء وتحديدا إلى البطولة المحترفة الثانية بعد موسمين قضاهما في بطولة الهوات في مجموعتها الوسطى وجاء الصعود قبل جولتين من نهاية الموسم بعد فوزه على حساب مضيفه الجار رائد القبة بهدفين لهدف واحد لحساب الجولة الثامنة والعشرين مستغلا بذلك انهزام ملاحقه المباشر شباب جيجل أمام نادي رغاية بهدف لصفر وهو ما جعل الرائد يعمق فارق النقاط رغم انهزام الباك في المباراة الأخيرة أمام اتحاد أميزور واللافت في هذا الإنجاز أنه جاء بفضل مجموعة من اللاعبين الشبان الذين تكونوا في أكاديمية الفارق وتدرجوا في جميع فئاته حتى وصلوا إلى الصنف الأكابر نادي بارادو الذي أدى موسما دون أخطاء أكد نجاح السياسة التي انتهجتها إدارة الفارق من خلال الاعتماد على شبان الأكاديمية الذين أكدوا علو كعبهم حيث لا يتجاوز معدل عمر الفارق عشرون سنة هذا ويعول نادي بارادو كثيرا على العودة الموسم المقبل إلى حظيرة الكبار والقسم الوطني الأول الذي غادره منذ أكثر من أربعة مواسم في حين تعتزم التشكيل بقيادة رئيس أخير الدين زدشي والمدرب شريف الوزان على الضرب بقوة الموسم المقبل من أجل تحقيق الصعود إلى المحترف الأول ومن المنتظر أن يستعيد الفارق بعض لاعبه البارزين من خرجي الأكاديمية إنجازات النادي لم تتوقف عند الأكابر فقط ووصلت لفئة الأساغر بدليل تتويج فئة أقل من خمسة عشر سنة بكأس الجمهورية على حساب اتحاد الجزائر وبنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد وبلغ فئة أقل من عشرين سنة للنهائي كأس الجمهورية وهو ما يدل على أن الأكاديمية بدأت تفرض نفسها على المستوى المحلي من خلال تزويد فارق بارادو بالمواهب التي حملت على عاتقها مهمة إعادة نادي بارادو الذي تأسس قبل ثلاث وعشرين سنة فقط إلى الأضواء نعم نجي لك خير دين مباشرة لأنه نتكلم على الحوصلة قلنا لكم بروق على الصعود كذلك على أقل من خمسة عشر سنة عندكم مباركة كذلك تاع أقل من عشرين سنة راح يلعب نادي بارادو من أحد تنسى حين مباشرة لأقل من عشرين سنة في بومردس هذا يجب أن يقول مباشرة بارادو نعم مباشرة بارادو نعم تقول مباشرة بارادو نعم نعم مباشرة بارادو تقدر تعطينا شيء اللي حديث تقول حولنا؟ شكراً في الصلاة لكل أحد تفسح للمجال باش نهني ثاني شاب بسكيك دا وارزو اللي يسعدوا معنا القسم الثاني المحترف نحييهم بالمناسبة وحقيقة هذا الموسم كان موسم صعيب لأن شفتوا بأن المنافسة كانت صعيبة مع رائد القبة واتحاد ججل ولكن تعرفوا لما ثلث فرق يتنافسوا على مرتبة على الصعود في واحد تكون المنافسة صعيبة ولكن الحمد لله نحن قدرنا ندير نحن نسور تروى جورني كذلك وهذا الشيء راجع لكل الشيء اللي قبنا به منذ سنوات ليس منذ هذا المهد السنة لأننا ننساوش بأن الفريق الأكابر متكون بخمسين ستين في المئة من اللاعبين متكونين في الفريق وفي الأكاديمية وهذا الإنجاز بالنسبة لنا مهم جدا لأنه يجعلنا يشوفوا في المستقبل كما قلوا هذا بواحد الارتياح لأن العامل البشري وهو لاعب الكرة هو ليصنع الفريق وهو ليصنع الفريق ونحن في المستقبل لا يوجد هذا المشكل يجب أن نجلبه 14 أو 15 للاعب لأنه يجلبنا ميزانية كبيرة ويجلبنا ثانية لأن اللاعبين كما قلوا نحن يقولون نحن يقولون 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 بزرعة ومم بخدرات ت também نحو لعشيو حياتي تحديد ان يساعد اناني النحاء هذا يجب أن نحو لحظر هذه التراغير في المتابعة يمكننا أن يكون هناك ربما مرحبا أن يسترحب الواقع في الحسن أليس كلها لحرة سيحدة على صفحة وليس قطع أننا لذلك نستطيع القليل مع التفكير، ومن الممتع الصعودة لنا نستطيع التعليمات في المصدر الثاني لنظر نحن نقوم بإمكاننا إزالتحالات إلى الأمر في سنة تقليل نعم نتحدث عن الإسهار، ونقوم بشكل مدى الحارف، ونقوم بشكل مدى ونقوم بشكل مدى، ونقوم بشكل مدى، ونقوم بشكل مدى تم تلك لأمضارب في تراكه هل فنحن أحداً؟ هل أفعل ضغط في البداية؟ نعم، أفكرت وتعلم كما الحرف على هذا العمل الذي أشهده نعيداً، نحن نحن مرحباً من فنحن أن أحبب صحيح من القرارن الخالق صورة مباشرة مع قد يبدأوا بإستطاع وما نحن نعلم في الإخطاء ويجب أن يكون مؤمن بهم في الهدفة حتى الآن في التعبير ويجب أن يكون مؤمن بهم لأنه يأخذ الفريق في المرحلة العودة ونقدر أن نقول لك بأنه كل مرة وكل مقابلة كان يلعب خمسة ست لعبين من الأكاديمية كان يلعبهم كأساسيين وهذا يعني يجعلنا نحاول كيف نحافظ على مدرب كما هذا ونحن نقدر أن نقول لك بأنه بخمسة وتسعين في المياه إن شاء الله المدرب سيطاهم شريف الوزاني سيبقى معنا إن شاء الله الموسم القادم ولما لا نجعله يعمل المدى المتوسط لكي نحاول كيف نحاول كيف نحاول إن شاء الله نفوزه ونقوم بعمل بعض الأشياء لأننا نجد فيه واحدة الصيفات يجعلنا إن شاء الله نتفاعله باش نمشي معه نمشي معه لأنه يعني يلجو براتيكما الفوتبول كن فودري فوار جوي لفريق وهذا الشيء إن شاء الله نتمنى باش يبقى معنا لمدة طاولة إن شاء الله إن شاء الله شي جميل لأنك تسمع مع كلام رئيس فريق صغير يعني ربما ما ننقش ربما كله رأساء لكن نسمعنا كذلك تصريحات كرئيس أحمار تتكلم على مادوي الآن نشاهد ونسمع سيد خردينزدشي كذلك تتكلم على المدرب يعني كل شي متعلق بالاستقرار ويعني ثقة الرئيس في المدرب قبل كل شي نهني سيدتشي على هذه الصعود وخاصة على الفئة الشوبانية أقل 15 سنة وأقل من 20 سنة هنا أحسن دليل بأن سيدتشي وأكاديمية بارادو ستعمل مع الشوبان ووصلوا لنتائج الدوة النهائية من أقل من 15 سنة هذا ليس من شيء لهيئن ولا من شيء السهل يجب أن تتكلم على المدرب أنا نضم معروس يدعم المدربين المحليين ويعمل دائما متقيقة في المدربين وحتى بعض زملاء عملوا معه ويقول لك حتى التعامل معه وحتى يجعلهم يلعبوا بارتيا عندهم دائما الورقة البيضاء أنا نظم هذا أحسن شيء أحسن كم يقول لك درس يعطيه الرؤساء الأندية اللي يسمعوا فينا اللي ما عندهم ما راهمش بيديرايا لازم نعملوا ثقة في هذه المدربين وزيد لا فورماسيون لا فورماسيون نظن أنا أول فريق في الجزائر ومشي مليوم راهي عندها عدة سنوات وحتى لعبين داعوا راهم يلعبون في الخارج البلاد برغم الصعوبات والعراقيلة نحن دائما كنا دائما واقفين معه حتى كم يقول لك بالكلام بتاعنا وبالتصريحات بتاعنا باش نهنيوا هاد العمل ولازم نشجعوا هاد العمل لأن حتى اليوم مروا معنا ويصدح ويقول أنا ما عنديش مشكلة على اللعبين والاستقدامات ونحط أموال كبيرة باش نجيب اللعبين كبارة أنا عندي عندي بفينيات تاعي ولا نكبروا معايا ونعرفهم ونعرف كل شيء عليهم كل صغيرة وكبيرة حتى ليديفوه ويتكلم على استقرار استقرار تعد طاقم الفني ويقال لك أنا ما خليهش الموسم المقبل خليه أن ندير برنامج على مدى المتوسط وهذا كم يقول لك نظن الأمور راهي إن شاء الله يوفق كاسي وإن شاء الله هذه راح تكون عبرة وراح يكون درس للفرق الأخرى باش يأخذوا هاد القدوة هادو ولمور تعالى لأن السل في هاد كل شيء وش كن يتكلم سيزاريه هو الشبان العناية بشبان ولا فورماشيان ونفوه دي جان ننظر هادو أحسن شيء وأحسن خاصة للكورة الجزائرية وليل مستقبل رأيك حاليم تحول ديفا حاليم تحول ديفا Oui à mon tour de féliciter حاليم تحول ديفا حاليم تحول ديفا حاليم تحول ديفا مستعر تحول ديفا من أجل ديفا يتكلم أن يتكلم أن يكون سيصال وليت تحول أن يتكلم أن يتكلم أن يكون على الأكثر من المشأة وأنه يفعل بيوم الصديق لو أقول أنه يفعل احبباً لا يفعله إليه بشكل أمام عنه أنت في صيد لأنه لديك من ذلك المسابقة يجب أن يتحذر ايضاً على سيارة إلى مليون يتحققه على منزل موسيقى 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 مع معودة مجددا جمهة النار ياضي مع موضوع آخر وقضية الأسبوع ونتم عارفين يعني مع الجولة الأخيرة كثر الحديث حول الكولسة رح نشاهد هذا التقارير ثم نعود للنقاش موسيقى عقب نهاية كل جولة من البطولة الوطنية بقسمها الأول والثانية إلا وعد الحديث عن ترتيب المباريات صفة لم يعد يخلو الدوري الجزائري منها فإن لم يكن الحكامهم المتهمون كان اللاعبون والمدربون أول من يتهم فالجولة الثامنة والعشرون من المحترف الثاني هبت ريحها بغضب أبناء حجوط على مهاجمهم سواكير الذي ضيع هدف التعديل في مباراة الجمعة ضد أولمبي المدية مواجهة خسرتها حجوط بهدف يتيم خسارة أرجعها عشاق النادي الأخضر لمهاجمهم الذي تعمد حسبهم تضيع مال يضيع في أخر دقائق المواجهة عندما انفرد بشباك أبناء تيطرية في إشارة إلى أن مال المدية أغرى سواكير وجعله يرفع قدميها ويساهم في انهزام فريقه لمصلحة الأولمبي الباحث عن الصعود السيناريو ذاتها عرفته مباراة دفع تاجننت بما انضمن الصعود اتحاد البوليدا والتي نال المدرب مواسا فيها نصيبه من التهم بعد أن اشرك احتياطي الفريق في صورة قيل عنها أنها جاءت لتسهيل مهمة تاجننت نهيك لما حدث لحارس شبب الوزداد مالك عسلا الذي عانى الأمرين بعد صدام فريقه ضد مولدية الجزائر لحساب الجولة الخامسة والعشرين من المحترف الأول وخسرها أشبال المدرب آلا ميشيل بثلاثيات نظفة واتهم بعدها من أنصار شبب بيل كور بالتهونية وترتيب المواجهة هي أقوال لم تتأكد ولم تخرج من ضائرة القفف والإشاعات بعد إلا أن مثل هذه التصرفة وجدت وكثيرا ما كشفت الأيام عن تفاصيلها إلا أن الحيطة مطلوبة والوقف عن التكلم في شرف الناس مطلوب أكثر لأن لعب كرة القدم إنسان والأخطأ من سمة البشر ومرور اللاعب جانبا لا يعني بالضرورة أنه جزء من لعبة طرفها راش ومرتشن والحديث عن الرشوة يقتضي الحديث عن الأموال أموال ستكون حاسمة في تحديد صاحب اللقب والناجين من شبح الهبوط ولكن هذه المرة بطرق شرعية فاللعبون بحاجة مست إلى ما يجعل نفسهم طويلا والسبل لذلك قد يكون المنحة الضخمة والمغرية على غرار ما سيفعله رئيس أولم بلمدية محفوظ بقلقال في المواجهة القادمة ضد اتحاد البوليدا إذن الدور دور الخزائن الذخمة والسلطة المادية التي من شأنها أن تغير الكثير من الأمور في عالم أهداف الفرق الجزائرية ويبقى اختيار طرق استعمالها لدى القائمين على الأندية واللعبين فإن غابت الضمائر الحية كانت ترتيب واحدا من أسالبها وإن حضرت الأنفس الزكية كانت تحفيز المادي أول طرقها نعم خردين جيليك أنت كرئيس نادي لعبته في قسم الهوات في القسم الأول قسم الثاني عندك تجربة كبيرة في المباريات وفي الأقسام يعني دائما في الجزائر عندما نلحق لنهاية الجوالات يكثر الحديث بالرغم أنه يعني شاهدناها في كثير من بلداننا أو النوادي العالمية لكن في الجزائر كثير الحديث عن الأشياء هذه بدون يعني كما نقولوا إحنا يا أشياء من الموسى يعني صح على كل حال فيصل إحنا دخلت هذا الظاهر الذي دخلت في الثقافة تعالك على الكورة الجزائرية وكل الأطراف تحكي بهذا الأشياء ولكننا نما نشوف يعني اللقطة تعال لعب سوكير لأننا نعرفوش على كل حال تشوف يعني بللي visiblement يوجد un mauvais rebond يعني au moment ويني لالي контрولي le ballon بعدا على كل حال l'interpretation تعال le public c'est tout de suite de le lâcher وقال هذا الجوار parceوكي تشوف يعني devant un but vide راتي un контрول انتا automatiquement راح تقول بأن اللعب هذا راحو جسي پا راتي بالمقابلة ولا حاجة أنا مادومش بللي يعني يلعب في فريق راحو يلعب سوكوت رايح يضيع فرساني تلادي ولهذا يعني c'est toujours très difficile يعني de parler de cette de cette chose-là لأن يعني الإتهامات يعني سهلة وانا كما كنت نقول يعني في بداية الحصة بأن يعني اللعب في خاصة في الأواخر الموسم يعني psychologiquement يلعب في مدية الحصة حتى لعبه لكي تنفيذ لكي تنفيذ وكي تنفيذ لكي تنفيذ كي تنفيذ يعني راحكون يعني تعني وعني يلعب في راحكون يعني أول أوليام يعني وعني كاريسي تلعب مقابلة أو كورة نظيفة. ولهذا نظن بأن اللعب في هذه اللقطة نظن بأنه إلى 100%. نعم، سويا، نتكلمت مقبلة على اللعب. صح، أعرف أني لم تشاهد فيتيارة أنه سيكون فيتيارة حول هذا الموضوع. لماذا يتكلمون على اللعبين والمدربين والمسؤولين كذلك؟ لماذا لا ندخلوا مشؤولين كذلك؟ لو كانت هذه الأشياء، حتى المسؤولين يمكن أن يكون دخل في الكولسة ربما؟ هذه حقيقة، كما يقول لك، عندما تكون كولسة أو عندما يكون نية فاسدة، تبدأ من فوق وتحبط. نعم، لذلك تبدأ من فوق كل جهات، تبدأ من فوق مكاش، تذهب إلى المدربين، تذهب إلى اللعبين، تذهب إلى الحكام، تذهب إلى المساعدة العكام، نعم، تذهب إلى المشكلة لأنه لا يرى في هذا المرض التي سيصود في الكرة الجزائرية. المشكلة عندما المسؤولين تجيهم الفرصة، أو أليس Sellديس أو رؤول إلى صباحات، أو نقرأها e- Guegueal. فسيقر يجب أن يُخلق من هذا الفحل، أو يجب أن تجعلها ثمثلما. نحن يجب أن تتشغل كل شيء وراء أدلاّ، وراء التقرير، وراء كما يقول كل شيء يتخبّى من المسؤولية، يجب أن يجب أن يتعمل مسؤوليته في كل مدولة أو في كل المكان في المملكة. يجب أن يكون مؤخراً حلولاً. وحلول يجب أن يكون لدينا حلول، وهذه حلول لأن المسؤولين على هذا الشيء يجب أن يفتحون التحقيق، والتحقيق لازم يكون كما يقول لك موضوعي وما تكونش فيها كما يقول لك واحد داخل منه واحد خارج منه والمعريفة وهذيك دونك سيصا لفوتبولت عناره هو مريض وباش يخج المرضى هذا لازم لازم له كما يقول لك الدوا لي لازم له ما هو الدوا هو الشيء الوحيد لازم يكون تكون الضمير هو ضمير تعالى تعالى الإنسان هو صحيح الله يعني لحد الآن ما زل ما فهمت يعني كيف ترتيب مبارا كيف مسؤولين خردين يعني والله لو توضحنا يعني كيف ترتيب مبارا يعني ربما مسؤولes أشياء يعني والله أنا فعلق في صالب اللي إلي إليه 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 ٹري ترتيب مقابلة كما بالسهولة اللي رأيت حكي بهالجامعه اللي أنا سوفم يعني لما نشوفوا يعني مقابلة تولئيه انقموسى دوت ايه دونتوش دونلوميزة اتوش دونتوش دونتوش دونه دونخورن الهاجم يجب أن يجب أن يتعب بالتوقع. إذا كان يجب أن يكون من المعارفة في المنزل يجب أن يكون لديه، يجب أن يكون الأمر لا يوجد. و لكن يكون هناك مفرورة. لا أعلم هناك أيضاً. علمي أعلم؟ أخيراً، ورحل يتعبوني. هناك سنوات، سنوات سنوات، وليس يجب أن يشعرونها. على ان attendees sans 건데 oui mais mais c'est à dire c'est quelque chose qui est qui est là mais qui n'a jamais à ni qui ne s'est jamais manifesté d'une façon et pas une один objective est clair parce qu'aujourd'hui on dit ya ya irritation 務 swell bones que quelque chose est allé au bout pour rédient démontrer telle deux choses c'est ça le problème aussi parce qu'à partir de case you miami on peu véritablement définir bien la corruption je pense que lorsque celle ci est sanctionné celle ci est peu et موسيقى نينة وهوه يوجد أن هناك حسب للمتحاومة في أخوات الخارجين ينبقى العربي ليس لا يوجد مرضى لا أنت يمكن أن نساعدني تقولون التراغية ليضون أكثر نطور للقزات جلعا نحن نتبقي سوف يجب أن تتشغل أو أخرج؟ انا لدي أعضر تجابة ما في إنقلين في اليوم الأنوبة يوجد المجال العامة وفي المجال الأنوبة وفي النموة هناك أقليين يجب أن نتجلز واضحين أولاً لا تسمعون في منقل أنه مجرد الأنوبة نحنا النباحة نحنا نقل مجال أحلى نظام الذي تملك بشكل جدا لن أتمنى انشاء الله أستمره ذلك كالتعبير نحن يترجم هذا تعتمد انسان حتى نتعبير هذا لكن كان لا ينسى نحن ويوجد كل مدينة في الرياضة أو الكرة القدم. يتحلوا بالنزهاء إن شاء الله لأنه ما هي إلا كبقط رياضة تربية وأخلاق وإن شاء الله باش ننفيدوا شبابنا كذلك نطوي ملف أو قضية الأسبوع نروحوا إلى أخبار محترفين في مختلف النوادي الأوروبية ثم نعود أعلن مدرب نادي في لديفيا الإمريكي جيم كورتين رحيل الحارس الدولي الجزائري رئيس وهاب بولحي عن الفارق قبل نهاية موسم كارثي عاشه حارس الخضر منذ التحاقه بأمريكا شهر جوليا الماضي حيث كشف المدرب عن خلافه مع بولحي بسبب تراجع مستواه مضيفا أن سبب إقصاء بولحي رياضي ولا علاقة له بإحذات أي مشاكل في الفارق كما أعلن نادي في لديفيا عن التعاقد مع حارس مرمان جديد بديل بولحي فيما أكد رئيس الفارق أن في لديفيا بصدد البحث عن فارق يتعاقد مع بولحي في المركاتو خاصة وأن اللاعب يريد العودة إلى أوروبا شهر جوليا المقبل قاد الدولي الجزائري رياض محرز فارقه لستير سيتي للفوز على ساوت هامبثون بهدفين لصف عشية السبت لحساب الجولة السادس والثلاثين من البريمير ليغ وسجل محرز الهدف الأول في الدقيقة السابعة وضعف النتيجة في الدقيقة التاسعة عشر رافعا رصد فارقه إلى سبع وثلاثين نقطة في المركز الخامس عشر ومعززا بذلك حدوظه في البقاء أما الجزائري الثاني مهدي عبيد المتواجد في صفوف نيو كاسل الإنجليزي فلعب ثلاث دقائق فقط من المباراة التي استضاف فيها وزملائه وست بروميتش لحساب ذات الجولة من البطولة الإنجليزية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة ولحساب نفس الجولة من البطولة شارك نبيل بن طالب في كامل أطوار مباراة فارقه توتنهم هوسبر أمام المضيف ستوك سيتي والتي انهزم فيها رفقاء الجزائري بثلاثية نظيفة تطرق روبرتو دوندوني مدرب نادي بارما في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة فارقه الأحذي دانابولي ضمن لقاءات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدور الإيطالي الممتاز لكرة القدم للحديث عن الدولي الجزائري إسحق بالفوظيل الذي قام منذ أيام بفسخ عقده نهائيا حتى يتسنى له البحث عن فارق جديد يكمل فيه مسيرته الكروية وهو ما اعتبره دوندوني قرارا صائبا على الإطلاق وأضاف أن اللاعب قدم الكثير للفارق طيلة الفترة الماضية وحان الأوان لكي يبحث عن تحدي آخر تعاد لمهاجم المنتخب الوطني هلالعرب سوداني رفقة ناديه دينامو زاقراب أمام جاره ومستضيفه أنكي زاقراب بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بين الفارقين عشية السبت في إطار مقابلة الأسبوع الثالث والثلاثين من الدور الكرواتي الممتاز وعرفت المقابلة مشاركة هداف جمعية الشلف السابق طيلة التسعين دقيقة غير أنه لم يتمكن من الوصول إلى مرمى الفارق المنافس تمكن نادي فالونسيا من وضع حد لسلسلة النتائج الإيجابية لريال مادريد وفرض عليه التعادل على ملعب برنابيو وأمام جماهيره تعادل قضي به الخفافش على أحلام الميرانجي في التتويج بلقب الليغة ومنحه للغارم برشلونا ومن جانب نادي فالونسيا كان الدولي الجزائري صفيا في غولي حاضنا مع صافرة الانطلاق ولعب في الجهة اليمنى لوسط الميدان لاعب الخذر قام بواجبه الدفاع على أكمل وجه وحاول بشكل كبير الحد من خطورة صعود الظاهر الأيسر مارسيلو كما ساهم في العديد من هجمات ناديه ومرر العديد من الكرة للمهاجمين نعم زهير نبدأ ربما باللعب محرز الليغة بتعلق مباراة مباراة وكذلك عندما تكلمنا في الحصة الماضية مع فاضيقة وانه فاضيقة كذلك ربما نصائح وبدأت تخرج على معرز بداية يخبرنا نصائح حقيقة عندما تشوف لعبين يتألقوا خاصة في الضوء الانجليزي ضوء الممتاز الانجليزي نظن هذا شيء فرحي ويطلع خاصة من المعنويات تاع اللاعب محرز اللي يسجل هدفين يخلى الفريق تاعه يرتاح شوية ويصعد شوية في الترتيب وكذلك بنطالب هو تاني تينشط في هذا الدوري نظن هذه مفخرة للكرة الجزائرية حتى لاعبينها رح يكسبوا أكثر ثقة وهذا رح يعود إلا بالخير للمنتخب الوطني نعم أخذين تتابع أخبار محترفين حتى ونحن نتمنى وكذلك حتى اللاعبين المحليين يتألقوا لكن أوروبا إمكانيات كبيرة حتى اللاعب يتألق كما يجب بمساواة كبيرة كيف تشوف أخبار محترفين خاصة نتكلموا على لعبين أمثل محرز بنطالب اللي يرام في تألق متواصل هو كاين خمسا ست لعبين اللي ينشط في كم نقول نحن نحن في شامبيونات تري بريستيجيو على انستار بنطالب محرز يجو في الشامبيونات الأنغلي وهم اللي يلعبوا ثاني في الشامبيونات إسبانيول وفي شامبيونات أخبار حتى اللاعبة مع الفريق انتاعه ولكن رغم هذا نشوفه يعني دي بلاس من انتليجان دي كما قولنا احنا فوتبول بروبر اكس ترا وهذا هو الفرق الكبير اللي كان يعني ما بين اللاعب المحترف واللاعب المحلي وين لازم اللاعب المحلي يعني كما قولنا يتطور يتطور ولكن هذا الشي يجي مرة اخرى يعني بمراكز تكوين بمدربين يكونوا يعني يمدوا هذيك البلوس هذك اللاعب استدري الى حبينا يعني نرفعه من المعنويات البطولة لازم اللاعب ثاني هو اللي راه ينشط في البطولة ليكون يعني المعنويات التاعه ترتفع ان شاء الله ونحن نتكلمو على المحترفين خردين نتكلمنا على بن سيبايني يعني خريجي مدرسة بارادو كيف احوالي نراي في بلجيكان والله الحمد لله احنا على كل حال راننا فرحانين كثير بالموسم اللي راهوا يقوم به في فريق ليرس ونظن بنا عندهم اليوم يعني تسعين في المئة على الحظوظ باش يبقوا في القسم الأول بالقسم الأول بلجيكي ولهذا يعني احنا راننا فرحانين بالموسم اللي يقضاه لان عندنا يعني فرحانين بالموسم اللي يقضى لك لترانسفيري وش نقول لك أنا نقدر نقول لك انسكوب نقولوا بان فريق مانبليي همون محبوب غير تريسي بار الروفات الجوور لان هذا اللعب هذا ما تنساوش بأنه راهوا مشال الفريق البلجيكي في تترد بري وما زال يعني نعم ولهذا نحن نتمنى وأن نحن نتمنى على ترديم الحلقة للعبين الأخرين وأن يكون جدًا على التراصيل النموذج كبير للعبين الأخرين مصال الله مازيد ان تقولون أن يريد أن يريد أن يكون المترجمات لكيه سمع للعبين الأخرين مموليه يريد أن تتغير نعرف أن يكون رولان قربس؟ نعم 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 ترجمنا الآن لا يوجد أيضاً يعني دوشيال. Je dis qu'il y a le club de Montpellier mais il y a vraiment d'autres clubs européens qui s'intéressent aux jeunes. C'est juste pour dire que lorsqu'on joue d'une façon régulière je pense que le joueur a de fortes chances d'être sollicité par des clubs. Je voudrais juste encore ajouter une chose c'est que je pense que c'est un joueur qui peut donner un plus à l'équipe nationale olympique dans laquelle il est sélectionné surtout incha'Allah au vu du prochain match مباشرة على المساعدة للمساعدة للمساعدة في موضوع من يوم إنشاء الله إنشاء الله يتعرفون حتى يتعرفون الوطني الجزائري عندما تتعرفون عليكم المتحدة في بلدك للمبولحي أخبروا أخبروا نحن نتعرف كما تتعرفون موسيقى احنى معي موسيقى 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 حتى التعرفون أخبرتك موسيقى موسيقى أخبروا كان لكي أفضل مفيداً. كذا لكي أفضل مفيداً إذا كان لديه إيجاد الإنجاني، فهو يكون لديه إيجاد أكثر من الأولى بشكل أكثر من أكثر من أكثر أكثر من أكثر من أكثر من أشخاصة. وهو سواهر جزيلاً مفيداً، كيف تنظر. أجل أن تتحدث عن أجل بذنية جزيلاً وكيف تتحدث عن المنزل الأنقارات؟ كنت كذلك في الطاقة الماء الوطني الجزائري كيف تنصح أبو الفوديل وش من الفريق اللي ربما يقدر يولم لعب أبو الفوديل بعد قرم أبو الفوديل عنده هذيك الستاتيو تغنسونال راح تساعده كثير يساعده كثير باش يندمج بلك خاصة في البطولة الفرنسية والأقرب لها يعرفه عنده نوع بالتأسجدة عن القرارية يحسب ان تغنسون علم قرارية ويجأتي في العقلية سيكون قد راكو الكثير أبو الفوديل في القرارية ؟ أنه؟ منظمة بسعارة للأرادة أبو الفوديل خاصة في القرارية إنه لا يمتلك الرياضة بالبطولة الفرنسية في المنطقة يمتلك الجزائري والقرارية نعم يرى أنهم يرى كيف يتحقق بنامجدًا على الاراضة التركزيقية حسنًا سألت حقاً ولكن اعتدد أني يتم فعله منزمزمه فإن يمجح med mismo قبل على واحد حقًا نحن أن يكون مستحقاً إذا كنت سألت بنامجدًا نمروا إلى موضوع آخر مع حوار الأسبوع اخترنا لكم المرة هذي مدرب أو حارس مرمى شباب الوزداد عسلاء نروح نشاهد هذا الحوار ثم نعود نرحب بكم في هذا الحوار الذي خصصناه لحارس نادي شباب الوزداد اللي هو مالك عسلاء سلام عليكم مالك سلام عليكم شكراكم على الاتفاة هذه مالك نعود وبيك خسارة شباب الوزداد ربما أطرت فيكم تومك لاعبين خاصة بعد الاتهامات اللي تلقيتوها من أنصار الفريق اللي راي تقول بي أن النادي أصبح يبيع ويشتري في المباراة هادوما الكلام هادا ما كشقا منه ما كشقا منها ما تكزيز تشقا يتكفر في القاموس تفارق شباب الوزداد لف اللاعبين الحاليين نضم بالليك لهذه ما جات ضد فارق مولودي وهو الكيني ريفالي تيم بين أنصار هذا الشيء اللي خلال الأنصار يتكلموا بهذه الحادث وإنا من جهتين قولوا لهم بالليك لعيبي خسارة شباب الوزداد عمرهم مدوا مقابلة ولاشتروا مقابلة وانا اللعبوا باش ننوري واللكونترة تعنا وننوري والفارق هدايا يزم يعرفوا بالليك احنا كنا في وضعية صعبة مع العودنا خرجنا الفارق وطلعنا بحتى 34-30 نقطة ما كانت المأمورية سهلة نضم بالليك أي علاج المقابلة واحدات وين يونغوما تخون كوز المرضو التعليعبين والنية التحرم نظن بلك هذا خطأ وهذا الأشيء هدايا أن الأنصار ملومهم باش بسكو كينو الناس لم يخرجوا في هذا الكلام باش إلا الأنصار يديروا الضغط سلبع للفارق احنا يوني كونسيون شويسنا فينا عدنا مقابلات جايين نكونسيطروا على المقابلات جايين سينا مقابلات عمولودي وهذا هو ما لك أنت قلت لي بأن الفارق مر بفترة صعبة في بداية الموسم وبعدين تحسدت نتائج نادي وش روي حدث الفارق شباب بالوزداد حاليا في الفترة الأخيرة مرحلة شراء غدية كأي نادي كأي فارق في العالم عنده مرحلة قوة مرحلة فارغ ونحن ننظر جزء في مرحلة فارغ عدنا زوج مقابلات خصوناهم في مرحلة الإياب هذه اللي بديناها وصح ما رفزناش بصح خصونا زوج مقابلات لذكر خصونا بك فوز مقابلة باش نمو نكملوا من المتائج الإيجابية ومضم بلك الأنصار يزم يساندون في الأوقات الصعبة ماشي في الأوقات السهلة بس قلتوا ما كلا نحتاجوهم ونحن نقول لهم هذي تعب نبيع ونشهروا هذي كاميرا ما تقزيستيش ما Sargent حد رادية karşoffs مالك عسلاء حارس خبرا تجربة كبيرة في البطول الليطنية الأولى الآن دورك مع الفريق خاصة أنواعكم تمروا بفترة حساسة دوريا نحسس اللاعبين للشبان ونفهمهم بلليك كلا والتوضي للآمورpass في كورت القادمة ومهما تكون الأعب في العالم يجوز وبهذه المحلة يجب واحد يكمل العامل ويزيد يكتف المجهودات العامل لأن في هذا المومو هذا إذا انستالوا الودود في اللاعبين هذك هو العدو الرقم الأول الواحد لللاعب في المردود نحن مجهد نحن نأطروا كائين لاعبين اللي عندهم هذه الخبرة نأطروا اللاعبين اللي ما عندهمش خبرة باش نمر بها هذا الفطرة بيسأله مالك الهدف الأساسي تاعكم هذا الموسم؟ مانتين باقع بدا وشجار مرحبا به مالك نمر للمنتخب الوطني عودة موافقة للمنتخب مالك حضوضك خاصة الونا الخضور يضمون عدة حرس متعليقين بينهم الحارس رئيس وهبنبول حيلة منزيماموش محمد سيدريك صوفيا خديرية عزدين دوخا يعني انو المأمورية صعبة بالنسبة لك المأمورية مش مستحيلة وواحد يعمل وهذا هو المنتخب الوطني يجب تكون عندك خيرة اللاعبين نضم بلك هذا أمر عادي ومالك تكون مليحة المنتخب الوطني ومالك باش تحصل المردود ديالك نضم بلك فرخت كثيرا كرخت المنتخب الوطني نحن نعملوه المهم للمنتخب الوطني يحصل نتائج إيجابية وليكون فيها مرحبة ماشي واحد اللي ما يكون شويات ما راهوش معني بالمنتخب نحن قيل كل حرصة ومعنيين مالي هم اللي العامل هذا مكان مالك بصفتك عضو في المنتخب الوطني ربما حرمان الجزائر من تنظيم كأسي فريقي 2017 اللي هي الكأسة المقبلة أثر فيك نوعا ما أثروا ولكن ذوك المنتخب الوطني ومعمول توتيرا ذوك نلعب في بلادنا ولا في بلاد واحدة أخرى فرق الوطني عندنا لعبين أقوية قادرين يقولوا الكلمتهم نظر بلك خيبة آمل لمسطر دفناش الكأس إفريقيا ولكن ذوك نحضروا بالشمو ندخلوا للكأس إفريقي الجاية بقوة القرعة وقعت المنتخب الوطني رفقتها سيشل شفت المجموعة لحلافها المنتخب الوطني كفشرك تشوف فيها مالك؟ نضم بالليك الكأس الإفريقية لكلها تقدمت حقيقة تم كأين الفرق اللي ما عندهم مش تقادت في الكأس القادمة ولكن كل الفرق تقدموا كيتشوف الكابفير كيف يلحقوا دمي فينا الكأس إفريقي واللي اللي اللي حقوا الله فينا واللي اللي يلجوا يفوزوا على فرق عندهم تاريخ نضم بالليك كل فرق ما يزمش نستهنوا بها واللعب التصفية تدير بكل قوة مالك لما تشوف تصنيف المنتخب الوطني رح يوجه السيشل وإثيوبيا ربما تتفألوا بتحقيق التأهو المباكرين لك سفرق الشاك ماتش عنده حكاية تاعو كل وقت يدر وقته ما يقدرش يتقاليفه قبل الوقت مالك أعي جيدا أنك اليوم تحمل ألوان شباب الوزداد لأنك خريج مدرسة نصر حسين داي واحد من اللاعبين ليعشقوا نادي شبيب القبول للفريقين وعانين هذا الشي وشي يمثل لك أنا أرى أن أنا أعاني وفرق شبيب الوزداد ما زل ما ضمننا شمعين تيام أنا الفرق عادي ومع نجام ينكر الخير تحهم أنا خريج مدرسة رائعة القبول نصر حسين داي اللي أعطأت لي الإمكانية باش نبرس في البطولة الوطنية فريق شبيب القبول اللي كانت عندي مسيرة في حياتي وانت جزت عليها الفرق نضم بليك أنا أشوف الفرق تاعي فرق شباب الوزداد حالياً خرجوا من المأزق وبعدها الفرق الأخرين إن شاء الله كل واحدة بيفتحها لهم أغلص كلمة نختم بهذا الحوار مفضل أنك توجهها لأنصار شباب الوزداد الأنصار شباب قولهم يريحوا معنا ويكونوا توجو صليدر ومساس حقيقة كانوا وقفهم معنا ولكن في الأيام الصعبة لنا نتعدى ونتعدى في هذه الفرقة يجب أن يكونوا معنا أو يكونوا يساندون إيجابياً باش حنا من جهتنا يكونوا نردوا عليهم بالمئة إن شاء الله مالك بارك الله فيك شكراً على استقبالك لنا هنا وصلنا إلى نهاية هذا الحوار التقوية يكون في مناسبة أخرى ترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركته نعم خاردين شاهدنا حوار مع مالك عسلة حارس لي ربما مضاء فعدة نوادي شاهدنا أنه إمكانيات كبيرة قليل من شاهد حراس لي غير نوادي ما نشعرف أنه كيف عندما تشاهد حارس مع فريق ورفنا أنه ريح خمسة سنوات سبعة سنوات 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 كيف تشوف هذا الظاهرة نشوفها كثير في الفرق الجزائرية ولما نشوفه مقارنة من الفرق الكبيرة والبطولة الكبيرة نشوفه بأنه كان استقرار كبير وخاصة في منصب حارس مرمى ولكن هذا الأشياء هو لعب كاللعب الآخرين حتى الحارس المرمى ونشوفه بأن بعض الأحيان كائن عوامل كما قلنا أخرى من العوامل التقنية لتخلي اللعب اللي هو حارس المرمى يغير الفريق تقدر تكون عوامل تربطها مع العلاقات التي تكون عندهم مع الرئيس والله مع المحيط تحت الفريق والله عوامل مالية ولهذا اليوم نشوفه اللعبين حتى حراس المرمى يتنقلوا بكثرة في البطولة الجزائرية زهر تكلمت مع ماخردين على هذا السؤال لأنه ربما المسؤول الأول على النادي ربما الأول اللي ربما يتفاوض معه هو الحارس لأنه نقوله أنه الحارس 50% بالفريق لأنه نعرف قيمة الحارس بالنسبة للنادي نعم شوف اليوم نقوله الحارس عنده بورس 15% أكثر من 50% لأنه نظن اليوم أنا شفنا الإكزامل نويار شفته هو حارس هو مدافعة هو كما يقوله كما يقوله تحت الفريق إستان ليبيرو إستان ليبيرو أنا شفناه حتى مع الفريق الوطني نظن أنا أسلاج لأيض كم جوار في المنتخب الوطني أبريم لعب لعب متخلق ومتربي وشفناه اليوم عندما يتكلم في الفيتيار إلى بوكو دمبيسيان هب يروح بعيد في الكارير أنا نظن لعب متل هذا لازم كما يقولك اليوم في الفريق على الشباب بالوزداد ولا أي فريق على الحراس عندهم مكانة خاصة ولهذا أنا نقول رئيس الفريق ولا أي لأخر لازم يتحكم في هذا الحارس ولازم يعطي له التيقة لازمة وخاصة الكلام الأخير اللي جرى في شباب بالوزداد عن ما يقول اللاعب ما نظنش أنا اللاعب مثل عسلة يدخل في هاد التفاهات ويبيع ما يش ما يش من أخلاقية تتاعه ولهذا أنا نظن سيفاسيل باش تتهم واحد وتقول ليبلي في هادش ولكن أنا نظن أكد لك وش نعرف عليه كلاعب كشخص ما رحش يدخل في هاد كمي نقول لك البيع وشرا لأنه تربيته أخلاقه أكبر من ذلك نعم كذلك ظهير ربما تحدث حليم لأنه اللاعب متعرض لأشياء كثيرة من محيط كما تكلم خردين حارس مرما راويقو بواجبو في فريق بلوزداد 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 أنتم كذلك جمهور راويقو نشكركم على حسن المتابعة نلتقي في عدد جديد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلوزداد